اشتركوا في القناة شام الأردن أسعد الله وقاتكم بكل الخير يتوقع أن تشهد المنطقة خلال الأيام الثلاثة القادمة تغيرا هاما على حالة الطقس وذلك جراء تأثر البلاد بمنخفض جوي وكتلة هوائية باردة ستعمل على عودة الأجواء الشتوية وعودة الأمطار التي غابت عن بلاد خلال الفترة الماضية التغير على حالة الطقس يبدأ يوم الأربعاء حيث تعبر البلاد جبهة هوائية دافئة تسبق حركة هذا المنخفض الجوي وتعمل على تكاثر السحب وتهيئ الفرصة لهطول زخات من الأمطار وذلك مع ساعات الظهيرة والعصر في أجزاء مختلفة من البلاد التأثير الفعلي لهذا المنخفض الجوي سيكون يوم الخميس حيث تنخف الدرجات الحرارة وتشتد الرياح لتصبح نشطة السرعة مع ساعات النهار وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية والصحراء تتهيئ الفرصة تدريجيا لهطول الأمطار وتجدد الأبطار بدءا من المناطق الشمالية مع ساعات الظهيرة تمتد تباعا إلى المنطقة الوسطى مع ساعات ليلة الخميس على الجمعة ونهار الجمعة تدخل البلاد في ذروة هذا المنخفض الجوي وذلك بسبب عبور جبهة هوائية باردة تعمل على اجتداد الأمطار وانتظامها في شمال ووسط البلاد وأيضا هبوب رياح تصل سرعة حباتها إلى أكثر من 100 كم بالساعة وهذه الرياح تعمل على إثارة الغبار والعواصف الترابية كما نلاحظ من هذه الخريطة مركز المنخفض الجوي سيكون يوم الأربعاء إلى الغرب من جزيرة قبرص يتحرك سريعا يوم الخميس إلى شمال الأراضي السورية ويكون المنخفض مترافقا مع رياح عاتية تصل سرعة هباتها إلى 100 كم بالساعة وتعمل على اضطراب البحر وارتفاع الأمواج على سواحل سوريا ولبنان وفلسطين المحتلة وأيضا السواحل المصرية ما قد يعيك حركة بعض الموانئ في هذه المنطقة بالنظر على كميات الأمطار المتوقعة أكبر كميات الأمطار بما شئت الله ستكون على سواحل سوريا ولبنان وأيضا شمال فلسطين يمكن أن تتجاوز أكثر من 100 مليمتر كلما اتجهنا إلى الداخل تقل كميات الأمطار ولكنها تبقى غزيرة وهامة تصل إلى ما بين 50 و100 مليمتر في بعض مناطق الجولان وشمال ووسط الأردن وفلسطين وكلما اتجهنا نحو الصحراء ونحو الداخل ونحو الأراضي المصرية تقل هذه الكميات وتكون حوالي 1 إلى 10 مليمتر هذه الحالة تستدعي إطلاق بعض التنبيهات والتحذيرات حيث يحذر من شدة سرعة الرياح والتي قد تتجاوز سرعة هباتها 100 كم في الساعة في ذروة المنخفض ليلة الخميس ونهار يوم الجمعة أيضا ينبه من احتمال تشكل السيول في المناطق المنخفضة والأودية جراء غزارة الأمطار ليلة الخميس ونهار يوم الجمعة كما يحذر من احتمال تدني مدرع الأفقية في مناطق الصحراوية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح العاتية إضافة إلى احتمال تدني مدرع الأفقية بسبب الضباب والغيوم المنامسة لسطح الأرض على المناطق الجبلية هذا كل ما لدينا لحد الآن نتمنى لكم أجواء شتوية جميلة وأمطار ميمونة شكرا لكم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة